مباراة بعد غد إن شاء الله أمام المنتخب المغربي مطلوب إيه؟ مطلوب نعمل إيه اليومين دول عشان نلعب المباراة ديت ونقدر نكسامها بإذن الله هو في الحقيقة حتى مباراة فرنسا مش عايزين نعديها وتيري هنري اللي هو شوف تاريخه وقدي إيه كلاعي وبيخلم على المنتخب مصر إزاي وبيقولك الفراعنة برازيل العرب لا حاجة جميلة إن إحنا نظهر في المحفل الأولمبي ده بالصورة الجميلة دي وبالأداء الراكدة لا دي حاجة وبعدين هم اللي بيتعدلوا معانا وبيطرد مننا وحالة من الطرد قصرت علينا بعد كده إحنا مسجلين أول هدف فرنسا في الأولمبيات كلها يعني فرنسا ما دخلش فيها ولا هدف كان أول هدف هدف محمود صبر بالضبط فدي وعلى فكرة وإنت ما دخلش فيك كمان اللاجولين فدي برضو إحصائية يجب أغزاف الاعتبار يعني أنت مش بقى الدفاع ولا الجول كويس بس لا أنت بتشتغل كفرقة دفاعيا بتشتغل إزاي إزاي وإنت بتضغط إزاي وإنت بتنزل تلت ملعب إزاي وإنت بتنزل الثلاثين يارضة الخمسة والثلاثين يارضة في كل جزئية أنت بتستخدم البلوك بتاعك من أول الرأس حربة لغاية آخر مدافع من خمسة والثلاثين يارضة إلى أربعين يارضة عمرها مش أكتر من كده سواء بتضغط فوق أو في تلت الملعب أو تحت فدي المجموعة الدفاعية دي هي اللي وصلتك أنه ما يدخلش فيك غرجلين ما نقولش بقى الدفاع كويس ما نقولش لا كلها كلها مجموعة بتشتغل كوحدة وحدة دفاعية عظيم جدا